السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب الضعف الجنسي له أسباب محددة يمكن علاجها بدون أدوية ولكن يجب أن تعلم بأن القوة الجنسية هي العصارة المركزة لقوة جسمك ودليل على صحته في هذه الحلقة ستتعلم تمرين خاص لعضلة واحدة في جسمك تمنع ضعف الانتصاب وتحسن أدائك في غرفة النوم وهذا التمرين البسيط سوف يساعدك أيضا في تجنب القذف المبكر المحرج مما يسمح لك بإرضاء شريكك بشكل أفضل وأطول من أي وقت مضى وأفضل جزء فيه هو أنه يمكنك رؤية النتائج والشعور بها في غضون أيام قليلة الآن قبل أن أبدأ تأكدنا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب قبل أن تنسى لأنه عندي بعض مقاطع الفيديو المهمة جدا ستصدر قريبا حول هذا الموضوع ولا أريدها أن تفوتك لنبدأ بالتمرين إذا كنت متابع لمقالاتي وتشاهد مقاطع الفيديو السابقة فقد تعلمت بأن تمارين معينة يمكن أن تزيد أو تقلل من الرغبة الجنسية وقوة وصلابة الانتصاب لديك وحتى حجم القضيب بسبب التغييرات الهرمونية هرمون التستستيرون هو الهرمون الأساسي الذي يزيد من الرغبة الجنسية والدافع الجنسي وحجم القضيب لسوء الحظ يبدأ هذا الهرمون في الانخفاض بعد سن الخمسة وعشرين أي بعد نضوج الجسم وبعد ذلك يعتمد إفراز هرمون التستستيرون على مستوى نشاطك البدني فيزداد مع ممارسة الرياضة بانتظام ويقل مع إجهاد العمل والضغط النفسي والخمول وبشكل خاص تمارين الكارديو أو تمارين إجهاد القلب والأوعية الدموية مثل الجري وصعود الدرج والدراج الهوائية والسباحة بمعدل 30 إلى 45 دقيقة مرة أو مرتين في الأسبوع يمكن أن تزيد من هرمون التستستيرون وتقلل هرمون الكورتزول عصفورين بحجر واحد وأفضل أشكال التمارين لزيادة مستوى هرمون التستستيرون لدى الرجال هو في الواقع رفع الأوزان لا تقل ولا تزيد عن 30 إلى 45 دقيقة ثلاثة أو أربع جلسات أسبوعيا لذلك ارفع أوزان تتحدى قوة عضلاتك لزيادة مستوى هرمون التستستيرون وتحسين الرغبة الجنسية والدافع الجنسي بشكل مباشر وسترى فرق كبير خلال أسبوع من التمارين لكن اليوم لن أناقش رفع الأوزان ولا أمراض القلب اليوم أريد أن أتكلم عن تمرين بسيط للغاية بدون أي عناء يمكنك القيام به الآن أثناء مشاهدة هذا الفيديو وهو نوع من تمارين كيجل تمرين غير رياضي لأنه لا يتطلب صالة رياضية أو معدات أو حتى حركة حقيقية قد تكون سمعت عن تمارين كيجل ولكن لسوء الحظ الجميع يمارسها بشكل غير صحيح تتم تمارين كيجل لتقويض عضلات الحوض عن طريق قبض عضلة فتحة الشرج المسمى بيرينيا المصل لمدة ثلاثة إلى خمس ثواني ثم الاسترخاء بالكامل لمدة ثانية إلى ثانيتين كما لو كنت تحاول منع خروج الغازات يمكنك تجربة هذا التمرين الآن أثناء مشاهدة هذا الفيديو والطريقة الأخرى للقيام بالتمرين هي حصر البول أثناء التبول أو التوقف عن التبول في منتصف الطريق وهذا كل شيء هذا تمارين كيجل بكل بساطة ولكنه فعال جدا يمكنك ممارسة التمرين حرفيا في أي مكان وفي أي وقت ولن يعرف أحد الآن فيما يتعلق بتكرار التمرين يكفي تكرار التمرين عشرة إلى خمسة عشر مرة في الجلسة الواحدة وتكرر الجلسة ثلاث مرات في الأسبوع لتبدأ بمرور الوقت يمكنك البناء ببطء حتى خمس جلسات أسبوعيا ولكن لا تقم بممارسة التمرين كل يوم لأنه مثل أي عضلة تتطلب الراحة لاكتساب القوة المهم هو الاتساق والمثابرة والصبر الفوائد الصحية لتقوية هذه العضلة أولا وقبل كل شيء تحصل على انتصاب أقوى وتستمر لفترة أطول في التحمل والوقاية من سرعة القذف وأيضا يحسن الوضع الصحي للبروستات والمرضى الذين يعانون من فرط نشاط المثاني أو سلس البول الخلاصة الانتصاب هو نتيجة لزيادة تدفق الدم إلى القضيب عادة ما يتم تحفيز تدفق الدم إما عن طريق الإفكار الجنسية أو الاتصال الجنسي عندما يكون الرجل متحمس جنسيا تسترخي عضلات القضيب بفعل الهرمونات هذا يسمح بزيادة تدفق الدم عبر شرايين القضيب وملء غرفتين كهفية داخل القضيب مع امتلاء الغرف بالدم تغلق الصمامات الخلفية فينتصب القضيب ويتصلب وينتهي الانتصاب عندما تنقبض العضلات ويخرج الدم المتراكم عبر عروق القضيب لذلك أنت بحاجة لمستويات مثلة من الهرمونات الجنسية والمضادة للشيخوخة مثل هرمون التستستيرون وتقليل الهرمونات العكسية مثل الاستروجين والكورتيزول وأيضا عليك بمراقبة مستويات دهون الدم مثل الكوليسترول والترايغليسرايد وأيضا مراقبة ضغط الدم لأنها تؤثر بشكل مباشر على الانتصاب ولهذا لدي رابط خاص بصندوق الوصف لفيديو إضافي حول كيفية تحسين مستويات هرمونات الجسم بشكل كبير والمساعدة في إصلاح النظام الغذائي والتمارين الرياضية بإمكانك مشاهدة الفيديو الرابط بصندوق الوصف هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد شاركها مع جمالك إذا استفدت منها لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب وكتب لي رأيك بالتعليقات معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية